أهلا بحضراتكم من جديد وما تخافش على الأهلي طول ما الأهلي في هذا العمل وهذا السيستم وهذه المنظومة اللي قادرة تنتج بطولات وأبطال في كل الألعاب حتى وإن رأى الآخرون تزييف الحقيقة والضغط على الجماهير وإشعارها بما هو عكس الواقع بكل تأكيد يبقى الأهل البطل والبطولات دائما له عشان كده هناك كلام كثير في الغربال ما كل هذا الصمت الرهيب والمريب والكلام في البداية باشواندس من النقد الرياضي والمحلل الجميل الموضوعي الأستاذ خالد بيومي اللي كتب في الجمهورية لم نعتد الضعف والتهاون في حقوقنا فكيف خسرنا معركتنا مع الكاف على مستوى الأندية والمنتخابات ما هذا العجز والصمت الرهيب الذي خيم على مسؤول الرياضة المصرية تجاه المؤامرات التي تحاك من الكاف ضد الكرة المصرية والأيادة التي تعبث في الخفاء لحرمان مصر من الألقاب والوصول للمنديال يبدو أن من يدير ملف الكرة المصرية من زمن طويل لا يعلم حجم وقيمة مصر إفريقياً وعربياً وبيضيف الأستاذ خالد بيومي كلامي لا علاقة له بخسارة الأهل لقباً فقط بل يمتد إلى الفشل في إدارة ملف أزمة السنغال والأهل والوداد بعيداً عن كل الأمور الفنية التي يتحملها موسيماني بكل لغات كرة القدم ولاعبين افتقدوا لشخصية الأهل التي تعودنا عليها طوال تاريخ ده الأستاذ خالد بيومي شوف فقط